في قول جماهير أهل العلم أنه إذا كان في حائل جدار حمام حش أي شيء يمنعك من الناس يجوز وتركه أو لا تركه أو لا يتعاد عن ذلك أو لا النساء لا يستقبل قبله لا في فضاء ولا في حمام والعلم عند الله جل وعلا كما قلت مسألة فيها خلاف